اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجمال في السماء والطيور الجميلة مع الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بشكل جميل جدا تبارك الله أحسن الخالقين يلا مع بعض كده ايه نشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبكم داياتا كده هنعمل منظر الطبيعي طبعا منظر الطبيعي تتضمن حياة كتير اللي هو الطبيعة اسمها الطبيعة الحية اللي هي زي البحار والاشجار والجبال خلاص فطبعا احنا هناخد من الطبيعة دايات بعض العناصر ونبدأ ايه نوزعها في اللوحة بتاعتنا تمام كده فانا هبدأ طبعا ايه في الاساس مثلا ممكن ااخد اه طريق كده والطريقة طبعا بنتهي بالمنظور اللي احنا شايفيونا دوت على اساس ايه يبقى القريب مني بيكون كبير والبيعيت بيكون صغير وهاجه من الجزء دوت هناخد مسلا او الجبل اوه عشان اشتغل عليه الجبل يعني براحة ايديكم عادي اي حاجة هتعملوا في الجبل هتطلع مظبوطة خلاص اه بعد كده ممكن مسلا اعمل جبل كبير وراء في الخلفية اي حاجة اي حاجة هتعملوه هتطلع مظبوطة خلاص طبعا الرسمة دي فيه زيها في الكتاب بس انا ايه يعني عدلت فيها شوية خلاص ممكن ااخد الجبل هنا ممكن اكمله عادي زي كده من فوق برضو براحتنا انا هعمل جبل كمان هنا خلاص كده وهبدأ طبعا ايه اعمل هنا مسلا مجموعة شجيرات ومجموعة نباتات بس طبعا ايه احنا مش هنعملها دلوان اعمل مسلا هنا زي شمس ومنها مسلا سحابة الغيوم واعمل هنا ايه الشمس طبعا عشان المنظر بالنهار خدت هنا هوت اللون الازرق مع الابيض زي ما احنا شايفين وهبدأ ايه هبدأ امشي على السماء نقطة مية بسيطة او انه كنت فيك اللون برا يتعملوا كده او كده عادي شمس هنا شمس هنا شمس هنا بعد كده السحب زي ما قلنا ممكن اعملها كده بعدين امسح الفرش كويس نوزع اللون كده ايه يعني على مهلينا كده الجزال اللي انا اسيبها دي هنفتح فيها اللون شوية اكتر موضوع سهل او زي ما انتم شايفين على طول لان الالوان بتنشف فانت حاوله بسرعة عايز تفتح يبقى معاك الايه الفرشة على طول جاهزة بالتفتيح لو اللون نشف حط شوية مية صغرين بس على الفرشة وابدأ ايه كمل الدمج بتاعك والحركات اللي انت عايز تعملها بالنسبة للايه للغامق والفاتح طبعا احنا الفاتح بتاعنا هنا عمونا على اليمين لان الشمس هنا فلازم الجزء دي يكون فاتح خلاص شكرا ايه كده اللمسات اللي احنا بنعملها دي بالفرشة ايه تحاسسن ان فيه كتل هنا وايه بشتعل عليه يعني فيه ضل بسيط كده افتح الدرجة معايا بتاعة الهي البني دي مع الابيض وابدأ ايه امشيها مع جزء الجبل كده الجبل البعيد دوت يعني لازم نخليه افتح اي شيء بعيد بيكون افتح من القريب بكتير عشان يديني بعد لوني هو معايا بعد بعد في الرسم لما يقول له حجمه صغير يعني فكده بعد ايه في الرسم لكن البعد اللوني اللي ساعدني كمان اكتر ان انا اخلي لونه خفيف جدا علشان الشيء البعيد ما بيبقاش باين اصلا فيديني احساس بالعمق في الايه في اللوحة فباخد نفس اللون اللو انت فيه الجبل الكبير في الاول وبضيف عليه ايه ابيض انا هنا جنب الشمس فلازم اضاءته تكون كبيرة اشتركوا في القناة بعد كده ابقا نبدأ ناخد اللون البني علشان نلون الطريق نبدأ لان نعمل بعض الشجيرات كده في المتفرقة باللون اللي هو الزيتي هنبتدي به اللي هو الغامع اللي ابعد منها بيكون اقل في الطول واقل في الحجم وبكده يا حبائي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وهو الرسم من الطبيعة او البيئة او الخيال اتمنى ان شاء الله ان يكون الموضوع عجبكم واستفدتم منه والى لقاء اخر ان شاء الله بكم في فيديو تعليم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته